بسم الآب والابن والروح القدس 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 الآية الثانية جات في لؤة اتنين وإذا رعاه متبدين يحرسون حرصات الرعية إذا ملاك وقالها أنا أبشركم بفرح عظيم ولد لكم مخلص هو المسيح الرب وفي آية جاء تلتة جات في قالها القدس بولس الرسول في تموساوس الأولى صحح 3 آية 16 عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجزء وآية رابعة موجودة في غلطة أربعة أربعة في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت النموس ليفتدي الذين تحت النموس لننال التبني دي الآية الرابعة اللي حب ياخد شواهد الآية الخمسة دي موجودة في أشعياء سبعة والستة في أشعياء تسعة كلكم حافظين الآية هو زى السيد يعطيكم آية آية يعني معجزة ها العذراء تحبل وتلد ابنا ويكون اسمه إيه ثم آخر آية سبع آياته عن سر التجسد يولد لنا ولد دي في أشعياء تسعة ونعطي ابنا ويكون اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام تأملنا في هذا الموضوع ثلاث أربح تأملات التأمل الأولاني من هم المجوس بنسبة عن المجوس كتير من هم المجوس والتأمل التاني حتمية التجسد الإلهي لماذا ربنا نزل من السماء عشان هذا الموضوع والتأمل التالت وده برضو مهم المشاكل التي حزست في سر التجسد الإلهي في تاريخ الكنيسة وكفاءة كده وطبعا لو فاض وقت نتكلم عن هدايا المجوس وكلكم عارفين التأمل اللي فيه أول حاجة من هم المجوس عشان نعرف عن عظمة سر التجسد الإلهي المجوس ناس علماء في الفلك والنجوم والكواكب وكان مركزهم عالي جدا زي أعضاء مجل الشعب كده والدليل على ذلك أن هم جم ورحوا بيت هيرودس مش أي واحد يخش بيت الملك إلا إذا كان مركزه عالي نمرت اتنين في المجوس كان ناس يعبدون الأربع عناصر المهمة الماء والنار والطراب والهوى والأربع عناصر دول من غيرهم الواحد ما يقدرش إيه يعيش المية مهمة والنار مهمة والطراب مهم والهوى إيه مهم فعبدوه بالرغم من ده كله كانوا علماء في الفلك وكان عندهم عادات وسنية شنيعة جدا لم نسمع عنها في تاريخ العالم كان ممكن الواحد يتجوز أمه ودي ما حصلتش في أي دولة أنه الواحد يتجوز ايه والدته وكان عندما يموت عندهم أحد عزيز عليهم أو معظم الأموات يحطوه فوق سطح المنازل عشان النصور والطيور الجراحة تنهش في الجسس لغتم بقى الواحد هيكل إيه عظمي ليه يا جماعة بتعملوا كده عشان هؤلاء يروحوا للسماء مين هي السماء مش عارفينها شوفوا العداد بتاع المجوس طب أنت يا مجوس بالرغم عدادكم الوسانية دي من الذي جذبكم إلى مولود بيتلحم مخلص العالم المجوس دولة ناس كانوا في بلاد فارس اللي هي إيران دلوقت وكان دانيال النبي قبل المسيح بستمائة وخمسين سنة كان يتنبأ عن السيد المسيح يقطع وتقطع الزبيحة عند ولادة رب المجد يسوع المسيح واتفق كلام دانيال النبي مع زعيم المجوس زردشت وقال لابد أن ملك العالم أو مخلص العالم يجي عشان يخلص العالم من الفساد اللي فيه وديني قلتلكم بس على لمحة واحدة من فساد دولة واحدة اللي هي دولة إيران وما اللي قلتلكم بقى مثلاً عن دولة زي روما روما كان الفساد فيها كالماء والهواء زنة نجاسة شسوز إباحية رق عبودية عارفين يعني رق اللي هي العبودية يعني تصوروا حضراتكم أما يحبوا واحد من الأسياد يسهر سهرة من الليالي الملاح كلام ده في روما ويجيبوا العبيد فالعبد أي حاجة أمروا بيه سيدها لازم يعملها فيجيبوا جرد المية ويحطوا فيها حت الدهب وجرد المية فيه تاني حامد كابريتيك مركز أو بالبلد مية نار يحطوا هنا دهباي وهنا دهب يقول لي لو جبت الدهبا دي تبقى ملكك يحط يده في المية ببسوط يجي يحط يده في مية النار تطلع يده هيكل عظمي شوفوا قد الفساد وصل الإنسان ملوش قيمة يعني ضياع وقصوة وعدم رحمة هذه بلد زي روما وهم يتحكوا يقهكهوا والولد يده تططع عشان ما يحصلوش غير غرينا هذه روما كل ده قبل المسيح بلد زي اليونان كان فيها معبد اسمه بعبد الآلهة فينوس وكان فيهم ليها آلهة الجمال فيهم تلتمية وستين فتاة يقدم من أجسادهن للزنا واللي خش المعبد يصل وما يزنيش يبقى كافر يعني صور الزنا زمان كالماء ولواء شوفوا بقى العالم انقسم نصين ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد ما قبل الميلاد فساد وإباحية وإنسانية ونجاسة ما بعد الميلاد من نظر إلى أمرأة ليها اشتهيها فقزنا فيها فين هذه قيمة عظمة سر التجسد الإلهي وأيضا كان هناك شعوب أخرى عندها من القسوة زي فلسطين عندهم الإله مولوخ طوله خمسة متر ومن نحاس وكانوا سخنوا تحت الإله ده بالنار لغيت ما يحمر ويجيبوا أجمل طفل في القبيلة ويحطوه تحت قدين مولوخ الودي يتشيو يموت وهم يسجدوا عاش الإله مولوخ حالة صعب في الجنوب مصر وسنية وصنمية وسحة في الشمال روما زينة ونجاسة وفساد في الشرق فلسطين قتل الأطفال في غرب قتل الإنسان لأخيه الإنسان حتى الموت حاجة صعبة خالص ولذلك معلمنا أشعية قبل المسيح بحوالي 750 ثانية يقول الشعب الجالس في الظلمة أبصر نور عظيم لأن الجميع زاغوا وفسدوا وأعوازهم مجد الله ليس من يعمل صلاح ليس ولا يعني حالة العالم كان لابد من واحد يجي يخلص العالم على فكرة يونان اليونان اللي كان فيها معبد الله في نوس كان فيها علماء وفلاسفة زي أفلاطون وأفلاطين وأرستو طاليس والعالم دا كله أفلاطون بالرغم أنه كان وسني لكن مش عاكب العالم دا كله شوف يقول إيه لابد أن العقل الكل للكون ييجي عشان يخلص العالم من الأسام اللي فيه حتى الوسنيين مش عاكبين الوضع بتاعها وكلمة العقل القلي كلمة يونية معلها لوجس ولوجس معناها بالعرب للأسف اسمها إيه الكلمة ولذلك معناها الصح أن العقل الكلي يعني نقول في البدء كان العقل الكلي مش في البدء كان إيه لكن قلنا الكلمة والكلمة كان عند الله والكلمة صار إيه وهكذا تجسد العقل الكلي أو العقل الإقنوم الثاني لكي يعطي خلاص لهذا العالم من خطائها الرهيبة ده بالنسبة حالة العالم مقبل المسيح ومن هم المجوس النقطة التانية من الذي قاد المجوس إلى بيت لحب دانيال وزردشت اللي اتنين قال هيظهر نجم لملك عظيم نجم لملك عظيم هذا الملك يكون مولود في المشرق هو اللي يعطي للعالم راحة من خطاياه فضوا المجوس ماشيين وبعدين عاوز أقول لحضراتكم حاجة مهمة قوي رحلة المسيح لو أنتم شاطرين خدت كم سنة أو قاعد في بصر كم سنة ثلاث سنين ونص أو أربع سنين إلا شوية لكن لو تلاحظوا رحلة المجوس بدت في سن المسيح كان عنده كم سنة ها أنا بقى بتدها صح صحك ها صح صح ديني برد ها ثلاث سنين لا شوفوا بقى في حتة مهمة قوي اقروها في إنجيل معلمنا باتة بهدوء ومعلمنا لقى بهدوء متى اللي احنا قرانا دلوقتي يقول لك ايه ولما جاء المجوس جاء النجم الى البيت اللي مولد في ايه السيد المسيح أما في إنجيل معلمنا لقى الملك قال رأى ايه هأنا أبشركم بفرحة حظيمة وكون لكم ولو كل الشعب ولد لكم مخلص هو المسيح ايه الرب ايه بقى العلامة وهأنتم تجدون طفلا مقمطا في أقمطه مولودا في مزود فهو الأول اتولد في مزود واما ربنا فرجها ولقوا بيتي قويهم راحوا من قولين لإيه للبيت فإنجيل معلمنا متى كان المسيح موجود في البيت اللي جه النجم عند البيت أما معلمنا لوقة كان في مزود ثم نقل الى ايه خدوا بالكم الحاجتين دول فالنجم اللي جه هو قاد المجوس الى بيت لحم اللي هو البيت اللي فيه المسيح مولود هذا النجم له دلالات عظيمة الدلالة الأولى ان النجم المفروض في النحية العلمية يجي يمشي من الغرب للشرق لكن النجم ده عكس العلم مش من الشرق الايه فالجماعة المجوس بصفتهم علومات في الفلك مش وراء حشان كده أول حاجة في النجم ده ان هذا النجم ممكن يكون اي حاجة تقابلني وتقابلك وتقابلك ممكن يكون النجم فيه قداش الهي انسكبت دموعك فيه لكي يقودك الى طفل بيت لحم ممكن النجم ده يكون في عزة آية لمسة قلب الإنسان يقودك الى طفل بيت لحم ممكن هذا النجم يكون علامة إلهية حلم أو رؤة هذه الأحلام والرؤة ممكن يقودك الى بيت لحم ده اقول لكم على قصة لطيفة ممكن نبقى نتكلم عنها بالتفصيل في العهد القديم في واحد اسمه جدعون في العهد القديم جدعون ده اسمه المصارع وهذا الجدعون الشعب إسرائيل عاشه أربعين سنة وهم مرحرحين عارفين مرحرحين يعني يعني العملية ريئة يقول لك فصلت الله عليهم المديني النجم ايضا دلالة انك ما تعملش فالجدعون بعد ما قعدوا أربعين سنة مرحرحين وتمام ودي بتبقى لنا حياة الاسترخاء الروحية خطيرة خطيرة الجهاد الروحي والحرح هي مهم فيقول لك فصلت الله عليهم المديانيين أزلوهم سبع سنين فربنا عاوز يخلصهم بعد ما زلوهم عاوز يرجحهم ليه جاب لهم جدعون قال له السلام لك يا جبار البقس وبعدين جاد جدعون قال له أنا جبار بقس منين المهم يعني الموضوع مش موضوعنا دلوقتي قال له تب يديني من فضلك علامة يا رب نجب ان أنا هغلب المديانيين دول 135 وانت ما اخترت شاله 300 معقول 300 يعني الواحد ب450 اضربوه 300 على 135 يبقى النفر بكام ب450 على طول اضربوه بقى في البيت ولا بقاكم كالكولوتر يا ابني يعني النفر اللي ماسك في ربنا قد 451 تصوروا بقى لو احنا 10 مليون في 450 يبقى احنا كام يبقوا دا احنا نضيع الدنيا انا بقول لكم القصة دي نجم فقالت من فضلك يا رب لو سمحت دي جزة صوف عارفين جزة الصوف لأ الفروة بتاع الخروف اللي بيتباحو دا لو سمحت لو انت فعلا جبني وانا كده هباية الليلة خلي الجزة عليها طل يعني نادى والارض ما فيهاش قال له حاضر يا جدعون فتاني يوم الجزة بقت فيها طل والارض ايه ناشر قال له ما عليش يا رب سمحني ما عليش عشان خطر شوفوا الدلالة شوفوا الدلالة بين الخالق والمخلوق والمخلوق والخالق كأن بيطلب من ربنا زي أخوه زي أبوه دلالة ودي أهمية ان انت مطبص يا رب انت مش شايف مش شايف مش شايف مش شايف ويقول لك وليه إمك ما تخافش أنا أخليك زي أجدعون الواحد بكام أنا عاوزكم بس تروحوا أقروا سفر القضاء إصحاح سبعة وتمانية مهم تاني يوم قال له من فضلك خلي الجزة ناشفة والارض ايه مبلول قال له حاضر يا جدعون عمل كده تصوروا ايه الموضوع ده ليه جدعون عمل كده ربنا عاوزين لهم حاجة مهمة جدا الجزة مليانة طل يعني مليانة نعمة الروح القدس اللي هي أصلا إلى خصتي جاءة المسيح جاء إلى ايه خصته رفضته أما الذين قابلوه اللي هي الأرض الناشفة صاروا أبناء ايه الله فالنجم ممكن يبقى زي جدعون ممكن زي بيتك تهطع دلوقتي واحنا قلنا خد بالك لا تجرب الرب إلهك هذا النجم مفروض بيقبئنا كل يوم صدقوني وانتو ماشيين ممكن وانت في لحظة حاجة تقع من فوق تضيع زي بمشوف الخرطوش والنجم فربنا بيحافظ على أولاده عن طريق هذا النجم والحاجة العجيبة ان النجم قاد المجوس إلى بيت لح ولا بيت هيرودس لا إلى بيت هيرودس الأول فحشح عرفنا ان المسيح عمره سنه سنتين ولما عرف سن الصبي سنتين فما دون وقامه أتل ايه أطفال بتلحم الحاجة العجيبة النجم ان قدم إلى بيت هيرودس وفضل النجم مستنيهم بعدما قبض المنافق والمرئ اللي هو مين هيرودس وقال لهم قلولي وأنا أجاز جد لي هو فعنا أجاز جد لي ولا أعوز يجيب خبر المسيح والدليل عزال كده قادي النجم يخودك إلى بيت لحم إلى المسيح مولود أي نجم صدقوني ده في حاجات كتيرة النجم ده ياخد موضوعات لكن لضيق الوقت عشان نخش في النقطة التالتة وهي المشاكل التي حدثت في التجسد الإلهي أول مشكلة قبلت الكنيسة الجامعة الرسولية أربع مشاكل مهمة جدا وخطيرة وعاوزين نتذكرها لأن هذه المشاكل بتقبلنا في هذه الأيام عند الشهود يهوى وعند إخواتنا المسلمين إيه المشاكل أول مشكلة مشكلة أريوس الرجل ده كان واعز عظيم جدا وكاهن من ليبيا مرسوف في اسكندرية بيقرأ في الإنجيل وعشان كده عاوز أحذركم أما تقرأ حاجة في الإنجيل وملغبطاكم في حاجة اسمها أب الاعتراف في كتب تفسيرية في المرشد الروحي في التفسير موجودة في السوق عشان لوحد مغمش أول تلات آيات عشان لا يخلع عن متين آية أول آية أراها أريوس المسيح بيقول أبي أعظم إيه مني؟ قال له أمال إنت مين؟ وفي واحد أعظم منك ابتدت الآية دي إيه؟ تلغبط شوي وفي أتاني آية على قبر العاظر بكى يسوع الله هو أنت بتبكي هو الله يبكي هل الله ضعيف؟ إذن المسيح ضعيف فليس هو إيه؟ الله الظهر في الجسد نمر الثلاثة على الصليب السيد المسيح قال يا أبتاه اخفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون طب وإنت بتعمل إيه؟ يبقى أنت مش الله طلع بدعة أن المسيح ليس مساوين للآب بل أقل من مين؟ من الآب السماوي هو نبي من ضن الأنبياء وانسكبت عليه نعمة الروح القدس في أحشاء العذر مريم ولكن هو إله كامل بس أقل من الآب السماوي ودي خطيرة جدا أصبح يعني زي نبي من ضن الأنبياء طلع للقديس أساناسيس وأنا أكلمتكم عن الموضوع ده من حوالي أربعة الشهر بس أحبيت أتفرقكم عشان نربطه بإخواننا اللي هما بيقول المسيح ليس هو الله وبيتهمون أبو الكفر لو أن المسيح هو الله جاء أساناسيس قال له يا أريس أبي أعظم مني الشخصية اللي قالت أبي أعظم مني قالت أنا والأبي إيه؟ وح ومرأني فقدرها إيه؟ وبعدين قال له حتة كمان في لبس قال له إيه؟ للمسيح قال له ده في لبس بيقول له أرينا الآب قال لي يا في لبس برآني فقدرها الآب وصدقوني إن الأعمال لا تعملها من الآب اللي أعطاني هذا السلطان قادي نمرة واحد الآية الثانية هنت لو شطرين نمرة اتنين في الآية الثانية ها اللي لغبطت أريس ها أيوة كده لازم أعمل لكم كده بك يا سوع قال له يا أريس لو المسيح قال أبي أعظم مني كان يتكلم بالنسوت وما قال أنا والأب واحد كان يتكلم إيه؟ وهنتكلم دلوقتي إزاي كيف اتحدى اللهود بالنسوت خدوا بالكم أنا بقول كلمة خطيرة كيف اتحدى اللهود بإيه؟ مش اتحدى النسوت باللهود لأن دي اللي الناس بتتهمنا بالكفر فيه وهنجيلها بعد شوي نمرة اتنين أما بكى يسوع بكى كإنسان كنائب عن البشرية في نفس الوقت الشخصية التي قالت بكى يسوع هي الشخصية اللي قالت لعاظر هلومة إيه؟ وفيه إنسان يقدر يقوم ميت مش ممكن؟ تالت نقطة السيد المسيح هو على الصليب كنائب عن البشرية قال يأبتاه كإنسان اخفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا إيه؟ نفس هذه الشخصية اللي قالت مرأة الخطيئة مغفورة تقول لك إيه؟ خطيئك أريوس ما سمحش الكلام لدرجة يقول هل الإبن مساوي للقاب؟ طبعا الناس خديتها بالمفهوم إيه؟ البلدي أو بالمفهوم العامي أو بالمفهوم الماشي فعلا هل الآب سنه زي الإب؟ سكتل إيه؟ أنا بتكلم عن البشر هل أبويا في سني ولا أكبر مني؟ خلاص يبقى الآب السمو أكبر ما خدها من المفهوم الإنساني وليس من المفهوم إيه؟ اللهوت وأخيرا عقد مجمع نقية اللي حرموا فيه أريوس وأصدروا قانون الإمام بالحقيقة نؤمن بإله واحد يبقى أول نقطة في مشاكل التجسد الإلهي أن أريوس أزال اللهوت عن النسود أنا عاوز أسألكم سؤال ما هي خطورة بدعة أريوس لو مشيت؟ ما يبقى شفيه ثلاث أخانون طيب هيبقى منفصلين طيب حد يقول حاجة تاني آه خدوا بالكم الحتة دية الناس بتتلغبط فيها إزاي؟ وأنا أصدت أقولها إن الله لا يموت الله لا يموت لكن كيف الله يموت الإنسان هو اللي إيه؟ فنقول عظيم أنه هو سر التقوى الله ظهر فين؟ ودي مهمة أيه بقى دي إزاي؟ الله الغير مرئي خد جسد من أمنا العدرة وطلع طبيعة جديدة اسمه طبيعة الله الظهر فين؟ فالله هو حر تجسد في إنسان هو حر تجسد في العليقة هو حر تجسد على هيئة راجل ومع ملكينا مقابل أبونا أبرايب هو حر تجسد زي ما قلت الجدعون دلوقتي يتكلم وقال له أنا ملاك الرب أنا ملاك الرب السلام لك يا جبار البأس أنا سوف أجعلك تغلب المدينيين هو حر يتجسد في ملاك يتجسد في النار يتجسد في إنسان الله الخالق هو حر إذن الله الظهر في الجزة هي الطبيعة الجديدة اللي أخذها السيد إيه؟ إحنا عشان مسيحين ومؤمنين بالمسيح نقول المسيح هو الله والله والمسيح ماشي لكن التعبير اللهوتي الصح المسيح هو الله الظهر فين؟ أقولها تاني عاوز أسمحها منكم الله هو الظهر فين؟ عشان كده أخوانا المسلمين بيقولوا كده كفر يعني الحدو الذين قالوا أن عيسى بن مريم هو إله وأنا أؤيدهم أننا ممنقولش كده نحن نقول أن عيسى بن مريم الإنسان أو النبي صار إله لكن نقول أن الله صار إيه؟ إنسان في صفة الله الظهر في الجسد يا ترى الكلام ده وصل ولا لسه صعب ولا بصعب معايا الله هو حر هل الجبلة تقول لجبلها لماذا خلقتني هكذا؟ هو حر الخالق الجابل يعمل هو عاوز فخد إنسان لكي يموت على الصليب خدوا بالكم من اللي جاي بقى مات المسيح كإنسان وشف جدمه بالتحاد اللهود بهذا الإنسان أصبح الفداء غير محدود زي ما قال الأخ ونمر الاتنين أصبح الدم مفعوله سفك دم بغفرة الخطايا غير محدود من أول آدم حتى أبد الأبدين وأصبح كلمة بدون سفك دم اللي تحدث مغفرة هي بالضبط اللي هي بتبالينا الله أخذ إنسان مات الإنسان طيب ساعة من مسيح ما مات إيه اللي حصل حد يقدر أقول لي لا ده البرد عامل عميله ها ما أنا اخترت نقول الحت نعم ها لا واحدة بس تتكلم أي يقول يا مدام لا 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 ما أنا عارف دي اسمها مظاهر الموت لكن باتكلم عن مسيحنا القدوس الذي مات على الصليب ودفن ماذا نعم لهوته لم يفارق نسوده شوف قال لكم آية تبين عمل المسيح العجيب قالها معلمنا القديس دهود النبي وكلنا حفظنا بيقول له ايه أنك لن تترك نفسي في الفهاوية ولن تدح قدوسك ما قالش لن تدح قدوسك رفها سادر لكن قال لي ايه لن تترك نفسي فين في الهوية يعني ايه الكلام ده دفن المسيح في القبر فأصبح الجسد متحد باللهوت ولم يرى فسادر في التلات ايام روحه الإنسانية نزلت إلى الجحيم متحدة باللهوت وكسرت المتاريس الحدددية وربط الشيطان ألف سنة ثم أخذ المسبيين اللي هم من أول آدم حتى حالنا المعدان وأصعدهم إلى ايه إلى الفردوس يبقى لن تترك نفسي في الهوية قالها معلمنا داود أبن المسيح بتسعمائة سنة بالنبوه إنه هو هينزل للجحيم وهو أعظم ملك وأعظم نبي وإن الغطية بتاعته نقلت لكن لحساب المسيح بعد ما نقلت لحساب المسيح والدم أفرج عنه ونقله فين للفردوس لن تترك نفسي في الهوية اللي هو مين اللي قال الكلمة دي داود نمرت اتنين صعد المسيح روحته الإنسانية وفتح الفردوس ونزل في اليوم التالت واتحت بإيه بالجسد الذي متحد باللهوت وقام الأموات بجسد ممجد اللي احنا هناخده فين في الأبدية مش هناخده دلوقتي إذن لن تترك نفسي في الهوية بالنسبة المين لدهود وآدم حتى وحن المعمدان ولن تترك نفسي ولن تدع خدوسك أي جسمك الإنساني المتحد باللهوت لم يدود ولم ينتن زي مين زي العازر اللعب كم يوم ودي عظمة سر التجسد الإلهي فأول مشكلة في التجسد الإلهي أن البعض يظن المسيح ده نبي لا عظيم أنه هو سر التقوى الله ظهر فين عشان كده بكرر الآية التانية أن فيه نك النهاردة لغت الناس شهود يهوى يعتبر أن السيد المسيح هو الملك مخايل والكلام ده عمره من الملاك ينزل ويتجسد ويموت عشان العالم كله نمر التلاتة في سر التجسد الإلهي أن الوحيد الذي حمل خطايا العالم زي ما قال يحن المعمدان هو زي حمل الله الذي يرفع خطية العالم كله الإنجيل اللي احنا سمعنا عنه ليلة عيد الغطاص ساعة ما اللي يحن المعمدان عمد السيد المسيح له المجل هل يطرى النقطة اللي احنا اتكلم عنها في سر التجسد الإلهي واضحة ولا غمضة ولا عوزة شوية تاني ايه رأيكم يبقى عرفنا اللهوت اتحت بالنسود عارفين بالظبط زي ايه زي الإنسان أنا وانت وانت فينا حاجتين فينا الجانب اللهوت اللي فينا اللي هو الروح والروح نسمة من الله هل حد يقدر يشوف روحه مش مرقي فين دماغي فكري في قلبي ما فيش في نفس الوقت النفسوت ايه باين لو اللهوت خرج او لو الروح خرجت اصبح الانسان ايه بصة هامدة زي بالظبط اما الواحد يشوف مية ويحب يستحمى في الشطة بمية سخنة هل احنا المية السخنة سخنها على البتجاز ولا بتجاز كهرباء ولا معرفش ايه ولا 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 هل احنا بنستحمى بالمية السخنة بنشوف النار جوه المية السخنة هي سخنة مش شايفينها لكن حاسين ايه فدي تفسير الآية عظيم ان هو سر التقوى الله ظهر فين في الجسد فكل ظهرات المسيح اللي احنا بنشوفها دلوقتي هي ظهرات الجسد الممجد اللي احنا هنقضه في الابدية اما ظهرات القديسين دي اسمها ظهرات ارواح العدرة ماري جيرجس ماري مينة كل هؤلاء الشهداء والقدسين دولا موجودين في الفردوس وهؤلاء يشهدون بالسيد المسيح اما الجسد الممجد اللي خده السيد المسيح الكنابة عنا في القيامة العامة هي اللي تدينا نسمة وحاجة جزء من عظمة الابدية اللي احنا هنروحها لا موت ولا تعب ولا مرض ولا قلب ولا اي شيء ده بالنسبة سر التجسد اللي قد تتقال في ست سبع محاضرات انهم في ربع ساعة اخر حاجة اتكلم عنها اللي هي هدايا المجوس كلكم عارفين زهب ولبان ومر كلنا عارفين من زمن وإحنا عياد صغيرين الزهب المسيح ايه مالك واللبان كاهن والمر القلب لكن انا تنطبئ علي ازاي في القرن الواحد وعشرين الزهب اغلى حاجة لازم اديها للمسيح عاوز تفرح بالمولود بيت لحم في حياتك ادي له اغلى حاجة في حياتك ايه اغلى حاجة صحتك فلوسك بيتك علمك مراتك اولادك اغلى حاجة تعطى للمسيح هتدي له النفايات مش هتحس بالمسيح في حياتك وخاصة اللي يمدي لازم ندي له اغلى ايه حاجة نمرت اتنين التاني ايه اللبان حياة الصلاة احدى لبقى القدسين ناس بتتكل على القدس الالهي وتتناول وحضور الاجتماعات لكن لابد ان يكون في بيتك مسبح الصلاة مسبح الصلاة مهم جدا الاب والام والاولاد يبقى فيه كورنر في البيت حياته اللبان زي ما قال المعلمنا بولوس لبريسكيلة واكلة الكنيسة التي في بيتكما انا اذكر اياما الثورة بتاع 25 نينار قامت وانا ساكر في العمارة اللي هي بتاع المرحوم كليبر اللي عند البنزينة في اخر شرع احمد بدوي اذكر فيه ناس طلعا من العسال وعزبة جرجس والعالم دي بالشوم والخناجر ودخل على العمارة هتكسر العمارة بالعربيات اللي واقفة فواحد جاري متدين كده داخل عندي وما قالش اللي كلمتين دول بدت يا رب مشهوراتهم كمان بدت مشهورة اخي توفل بدل ما يجوا على العمارة والعربات يكسروها روح طالعنا على الشرابية وكله بددهم كمان مسبح الصلاة يجعل الشر اللي جايلك يروح فين اخر حاجة عشان محدش قال لي فين الساعة النهاردة وقلت ليش تنسيت نفسك لسه فاضل لسه المعد ما جاش الحمد لله عشان كده ناخد راحت اخر حاجة ما انا عمل أبص عشان ما تقولش كده اخر حاجة القلم اخر حاجة ايه اللي هي ايه المر شوفها احباء لا يمكن رحلة حياتنا تخلم القلم بس الشاطر اللي يحتمل ايه سيد المسيح تكلم على القلم حاجات كتيرة بديقات كثيرة ينبغى ان ندخل نمرت اتنين الانسان المفروض احسبوه كل فرح يا احباء عندما تقعونا في تجارب متنوعة والآية التالتة الذي يحب الرب ايه يقدبه في قصة اخت اخت بيها في الخمس ده يا احسن هو ابتدى يطلع الورقة وانا حكيتها لكم قبل كده بس القصة دي بحبها اقولها كتير عجيبة هي من خمس ستة شهر قلتها لكم بس انا عارف الناس بتنسى في واحد كل يوم يصحي الصبحية يبص ربنا هو كويس مراته كويسة عالو كويسين يقول لانت مبتحبنيش ليه عام فين التجربة بتاحتك احنا بقى كل صلواتنا بركنا خلينا ارزقنا اخطبنا جوازنا علمنا شغلنا في واحدة منكم بأمانة يقول لك هطلو مصيبة وبلوة ولا واحد مع ان مزمور 25 في صلاة باكر يقول لك قبلني يا رب واجربني نقي قلبي وكليتي دا المؤمن شوفوا قد لازم حياة القلب ما حد في الدنيا يقول لي هطلو كارثة ولا بصيب ولا سرطان ولا فاشل الكلو يا أخ مد انت جاي تنكد علينا الليلة ليه ما عليش ما علينا ما علينا المهم الراجل من سهاج وراح يوصلوا افتكرتوا الحكاوة والليس في الهزة اللي هما الجماعة العتاولة اللي بيحضروا الاجتماع بنظام المهم راح الراجل يسافر القدس من سهاج والكلام دا من خمسين سنة ما كانش فيه تليفنات ولا حاجة واصلوا لغة مصر قلوا بقى ميكي لغة سويس يا عمي بقى قالوا معا مع السلام لسه بيطلع المركب في السويس والزحلق رجلو كسرت نصين قالوا شكرا النهاردة انت ايه نزلوهم البخيرة وبعد ما نزلوهم البخيرة وادوا المستشفى الجباسو كل المركب وهي راح القدس اصطدمت بشعب مرجانية مات فيها حوالي ألف واحد جاءت تاني يوم في الجرنان المركب المتجه إلى المكان المقدس غريت باللي فيها يعيني ماراته بقى يا حبيبي يا جوزي يا سبع مش عارف ايه يا جوزي عملتلي الأولان والتالت والسبوع ما هو ما كانش فيه تليفونات ده الواحد كان يقدم على تليفون يقعد خمسة خمستاشر سنة انا قدمت تليفون جاني بعد خمستاشر سنة ده الوقت حيطة المحمول ده وحنا قاعدين نتكلم أمريكا وأوروبا تكنولوجيا وبعدين الراجل عاوز يقول له مراته مش عارف أو سكت وبعدين في الاربعين قدر يمسكوا وراح طالع على البلد فبعدين الناشة فيه قال لا أبو فلان انت جيت أبوه قال له مراته عارفين قال بيعملوا لك الاربعين في الكنيسة راح الكنيسة لقصورته محتوطة دخل يعزف نفسه فبعدين لسه بونا يقول له أذكر عبدك فبعدين يقول له حاسي بونا الميت ايه خدوا بالكم الاية معناها ايه انت تضحكته شوف بقى تأديباً أدبني الرب إلى الموت لم يسلم فربنا بيجيب التأديب من أجل نجاياتنا الأبدية ونجاياتنا ايه الله قادر أن يملك على قلب واحد فينا لكي نعيش حياة التجارب ونحتمل الألم حتى نخش في مغضع الصلاة وزي ما قال سيدنا الباب الله ناح نفسه هفضل أصلي مهما هصلي لإلهنا كل المجد دائماً أبدياً آمن بنشكر كتير أستاذ مجدي على الكلمات الرائعة جداً اللي يقدر بيها يوصل لنا سر التجسد في كلمات بسيطة نقدر كلنا نستوعبها أحب بس أنبأ عليكم اشتركوا في القناة